هلأ متفق إنه السمنة هي مش يعني بس إنه الواحد بدي يكون الآن على منظره الخارجي هي مشكلة صحية وبتزيد خطورة الإصابة بأمراض عديدة فبحب أبدأ مع حضرتك شو الأمراض اللي ممكن تصيب أو أكتر بتزيد عمام الخطورة عند الشخص اللي عنده سمنة صباح الخير طيب كويس إنه إحنا يعني صلنا نبدأ حوارنا من نقطة إنه السمنة مرض قبل فترة كنا نبدأ من نقطة إنه هل السمنة مرض ولا عادة اجتماعية ولا شكل جديد ممكن شخص يعني يعاني منه السمنة قطعا هي مرض ومترافقة مع العديد من الأمراض المشكلة إنه الأمراض هاي بتأثر على جميع أجهزة الجسم يعني من المفهوم جدا إنه حدا يتخيل إنه السمنة يكون لها علاقة في السكر أو الضغط أو حتى مشاكل مفاصل أو مشاكل الحركة بشكل عام لكن إحنا في عنا كثير أدلة قطعية إنه السمنة حتى كمان إلها علاقة في السرطانات إلها علاقة في موضوع تأخر الإنجاب إلها علاقة في المواضيع أو المشاكل النفسية اللي بتصيب المرضى هي مرض مزمن بيبدأ من مرحلة الطفولة وبيتفاقم في مرحلة البلوغ ويظلوا مع الشخص طول عمره فإذا إحنا ما كان عنا تصور كامل يمتد خلال سنوات ويعالج جميع مشاكل السمنة هاي ما رح يكون في عنا القدرة إنه نعالجها بشكل جدري إذا كان بدنا نحكي عن أكثر الأمراض في وعن مع السمنة بشكل عام هي الأمراض الاستقلابية الأمراض اللي لها علاقة في موضوع تحويل مكونات الغذاء إلى وحدات أساسية يستفيد منها الجسر بالدرجة الأساسية السكري أو الصورة المبكرة منه اللي هي عند كثير من الناس بتيجي على شكل إشي منسميه مقاومة الأنسلين مجرد ما نحكي عن السكري نحكي عن منظومة كاملة من الأمراض متعلقة في مرض السكري سواء كان أمراض تصلب الشرايين أو أمراض الكلا أو الأمراض اللي تصيب العيون كل المضاعفات السكري هي بشكل غير مباشر مضاعفات للمرض السمني مرض الاتفاع ضغط الدم اللي هو مرض القاتل الصامت له علاقة بالسمنة مرض اعتلالات دهون الدم زي الكوليسترول والدهون الثلاثي هل علاقة بالسمنة يعني القائمة تطول جد ممكن أحدثك عن 40 مرض إليهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع السمنة واحد من الأمراض التي ذكرتها دكتور أنه زيادة الخطورة عامل الخطورة بالإصابة بالسرطانات شو علاقة السمنة بالسرطانات؟ فهمنا الحديث للسمنة هو يفهم شوي أكثر تطورا من الفهم السابق ومش فقط مجرد تراكم للدهون هو اعتلال في عملية استقلاب الدهون هذا الاعتلال بيخلق عند الإنسان حالي من حالات الالتهاب المزمن اللي بتأثر على جميع خلايا الجسم هذا الالتهاب ممكن في مرحلة معينة يأثر على خلايا معينة ويدفعها إنها تتغير إلى شكل غير صحي وبالتالي تتحول إلى سرطانات الشكوك اللي كانت موجودة قبل 20 سنة ومبنية على دراسات إحصائية إن السمنة بتزيد في طيف معين من المرضى اللي بيصيبهم السرطانات حاليا أصبحت قطعي يعني إحنا بنحكي عن 14 جهاز في الجسم ممكن يتعرض للسرطان بسبب الإصابة بالسمنة طيب إذن دكتور هلأ يعني أكيد كل شخص بيحب يكون وزنه مثالي مثلا ولكن دائما في مغريات أو يمكن نمط الحياة الكسل أو قلة الحركة أو مغريات أو كل شيء بتشوفه على السوشال ميديا بصف الترفيه هو الأكل هناك يعني زي ما نقول درجات من السمنة فبحب أعرف ما حضرتك كل درجة من السمنة ما هي الحلول المتاحة؟ تمام السمنة إجمالا هي التراكم غير طبيعي للدهون علشان نكون موضوعيين ما رح نقدر نحدد السمنة بمعرفة الوزن فقط لأنه الناس بيختلفوا في أطوالهم فالمقياس الأكثر سهولة لتحديد موضوع السمنة اللي هو إيش يسمي مؤشر كتلة الجسم علاقة الوزن في الطول ضمن معادلة رياضية بسيطة تعطينا رقم معين علشان يكون الشخص ضمن المدى الطبيعي لازم يكون مؤشر كتلة الجسم عندهم من 18 إلى 25 فأي مكان بين في المدى هذا هو الشخص بيكون شخص طبيعي إذا كان مؤشر أكثر من 25 وصل إلى 30 إحنا في مرحلة مسميها زيادة الوزن من 30 إلى 35 سمنة درجة أولى من 35 إلى 40 سمنة درجة ثانية من 40 فما فوق اللي هي السمنة درجة ثالثة وفي عنا كما درجات ثانية هلأ دليل أنه إحنا كبشر صلنا نستوعب أن السمنة مرض خطير جدا كل التعليمات اللي كنا نحكي زمان أنه لازم نتدخل في مرحلة معينة لعلاج السمنة بشكل قوي صارت أكثر توسعا يعني في الست شهور اللي راحوا التوصيات العالمية صارت تنصح في التدخل الجراحي لفئة المرضى اللي عندهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 هذا الحكي كان غير متاحق بالهيك طبعا هذا مش مبني فقط على رغبة الأطباء في أنهم يعالجوا السمنة مبني على أيضا نتائج أنه هاي الفئة من اللي خلينا نسميها الفئة الرمادية اللي ما كنا نعرف هالهمة لازم نتدخل جراحيا أو نتركهم في الوسائل التحفظية صار عندنا تصور كامل أنه لا هم هدول المرضى ما رح يتحسنوا بدون جراحة وغالبا رح يحتاجوا في مرحلة معينة للجراحة بس بشكل عام أي شخص مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 لازم ينتبع على حاله علشان ما نوصل لمرحلة متقدمة ونحتاج فيها لتدخل جراحي طيب حلق دكتور مؤشر كتلة الجسم يعني أنا بعرف هو جهاز منروح عند خصائي التغطية أو الطبيب بقيسه بس حضرتك حكيت أنه معادلة رياضية هيك أسهل شو هي؟ لا هو هذا اللي نحكي عنه أو اللي حكيت عنه اللي بسموه فحص مكونات الجسم اللي بيعطي نسبة البروتين والدهون والسوائل المؤشر كتلة الجسم اللي هو عبارة عن الوزن بالكيلو جرام تقسيم الطول بالمتر أو مربع يعني مربع الطول بالمتر يعني حدا خلينا نحكي وزنه 90 وطوله 180 نعم المعادلة الرياضية هو 90 تقسيم 1.8 تربيع بعطينا رقم معين هذا الرقم إذا كان فوق 25 وعشرين معنى إحنا سمنة فوق 30 سمنة يمكن تستدعي لاجراحة طيب قبل ما ننهي دكتور بس بحب أسمع منك نصائح باتجاه الأطفال الصغار أنا عم نشوف على سوشال ميديا طفل عنده سمنة مفرطة ويكونوا الأهل كتير مكيفين عليه فأنا بحب أسمع منك نصائح للأطفال مؤخرا في دراسة يعني أنا هلا يعني بحب أنوه عليها الدراسة هاي أصبحت السمنة عند الأطفال حاليا خطر لدرجة يعني درجة فعنا أنه نعتقد أنها أصبحت مشكلة إدراكية أكثر مما هي مشكلة عائلية يعني إحنا زمان كنا نعتقد أنه سمنة الأطفال ناتجة عن خوف الأهل أو فهمهم الخاطئ لمفهوم الصحة وأنهم دائما في حالة أنه هم يدفعوا الطفل أن يأكل لا حاليا نحن صار في عنا فهم جديد أو تصور جديد أنه الأطفال اللي بعانوا من السمنة لربما هم يعانوا من مشكلة إدراكية شبيهها بالمشاكل المتعلقة في فرط النشاط هذا الحكي كثير خطير لأنه بيخلي الموضوع أكثر صعوبة في العلاج من ناحية تثقيف الأهل بيصير في عنا لازم يكون جهد موجه ناحية الطفل نفسه فعساس نعالجه بطريقة إدراكية وبطريقة معرفية ونخليه تخلص من موضوع السمنة في البدايات المبكرة بس عموما أكثر حالات الأطفال اللي بيحصل فيها السمنة هو نوع من أنواع نمط الحياة السيئة اللي بينسحب عليهم نتيجة أنه هذا النمط السائد في البيت يعني الطفل السمين هو عادة طفل لعائلة سمينة والعائلة السمينة هي سمينة لأنه عندها عادات غذائية خاطئة قد تكون عادات غذائية يعني مشتقة من طبيعة الأكل اللي بيعملوا أو من المفهوم العام عندهم للسمنة أو المفهوم العام للجمال إنما مشكلة الأطفال صدقا يعني مشكلة حقيقية رح نواجه إحنا مشاكلها بالفترة القريبة جدا لما نبدأ نشوفهم صار عندهم مشاكل في سن مبكرة إحنا الأيام هاي مشوف طفل عمره 16 سنة يعاني من السكر من النوع الثاني مشكلة كبيرة صراحة بالأسر نعم شكرا لوجودك معنا دكتور حسن جلامني استشاري جراحات السمنة والمنظر شكرا للمعلومات الهامة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحات السمنة شكرا شكرا